بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد علي وعلى آله أفضل الصلاة وتم متسم بعد الله مغفر لنا وليشيخنا وللحاضرين وليجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله باب المشي إلى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب المشي إلى الصلاة هذا الباب الذي بوابه المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه بعض الأحكام المتعلقة بالذهاب إلى المسجد فتعبير المصنف رحمه الله تعالى بالمشي إلى الصلاة هو من باب التعبير بالوسيلة عن ما يقصد إليه إذ ليس المقصود بهذا الباب ذكر أحكام المشي على القدمين وإنما صفة وحالة المنتقل إلى المسجد سواء كان ماشيا أو كان راكبا أو محمولا ونحو ذلك وقول المصنف باب المشي إلى الصلاة فيه حذف للمضاف وإبقاء المضاف إليه لأن هذا الباب لا يتعلق بالمشي وإنما هو متعلق بآدابه ولذا جاء في الكشاف باب آداب المشي إلى الصلاة والمراد بالمشي كما تقدم معنا الانتقال إلى المسجد فكأنه عبر بوسيلته عن المراد به يستحب الخروج إليها متطهرا بخوف وخشوع نعم قول المصنف يستحب الخروج إليها أي إلى الصلاة متطهرا يشمل الطهارة بنوعيها الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات معا فالمستحب أن المرأة يتطهر في بيته كما جاء في الحديث وقوله بخوف وخشوع الخوف من الله عز وجل والخشوع الذي يظهر آثاره على جسد المنتقل إلى الصلاة نعم وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة نعم قوله وأن يقول أي بلفظه وسيأتي كيف يكون القول وما حده في كلا المصنف وأنه لا بد فيه من أن يسمع نفسه قال إذا خرج من بيته أي حال الخروج ولو لغير الصلاة لو هنا ليست لإشارة لخلاف وإنما هي إشارة لاختلاف الحال وليستحضار الصورة التي قد يظن أنها ليست واردة وهذا الذي ورد في الحديث فإن الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يريد سفرا أو غيره قال هذا الدعاء بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم إلى هذه الجملة هو الحديث الذي ورد في المسند كما ذكرت لكم من حديث عثمان رضي الله عنه وفيما أورده المصنف إشكال حيث زاد كلمة الواوي قبل لا حول ولا قوة إلا بالله وليس في الحديث في المسند هذا الحرف وإنما فيه لا حول ولا قوة إلا بالله وقد نبه لهذه الزيادة الخلوة وإنما أشرت لتنبيه الخلوة للدلالة على أن الأصل في الأذكار المقيدة عند العلمة أنها تقف عند الوارد ولا يزاد عليها وأصل ذلك حديث البراء رضي الله عنه كما تعلمون جميعا حينما قال آمنت برسولك الذي أرسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قل بنبيك الذي أرسلت فدلنا ذلك على أن الذكر إذا كان مقيدا بمكان أو بحال أو بعدد أو بفضل فإن الأصل فيه التوقيف ومن تطبيقهم لهذه القاعدة ما أنكره محمد الخلوة على المصنف من زيادة حرف الواوي في هذا الحديث وسيأتي في الأحاديث التي بعدها إشارة لشيء آخر وأما الجملة الأخرى فقد جاءت عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة فالمصنف جمع بين حديثين ولم يميز التفريق بينهما لأنه دعاء فأتى بالأول ثم جاء بالثاني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي نعم إلى هنا هذا هو حديث سلمة رضي الله عنها وأن يمشي إليها بسكينة ووقار ويقارب خطا نعم قوله وأن يمشي إليها هنا الواو هنا استئنافية لأحكام مستقلة لأن الدعاء السابق هو متعلق بالصلاة وغيرها ولكن لما قال وأن يمشي إليها بسكينة ووقار المشي بالسكينة والوقار هو خاص بالخروج إلى الصلاة والسعي إليها والسكينة والوقار قيل إنهما مترادفتان وحينئذ فتكون السكينة بمعنى الوقار وقيل إن بينهما فرقا فالسكينة تكون في الحركة والوقار يكون في الهيئة فيكون غاضا لبصره ويكون غير ملتفت حال سعيه للمسجد وقول المصنف ويقارب خطه أي حال المشي وقد ورد في ذلك أو ورد صفة المقاربة في بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج وهو في المسجد أشد كراهة وفي الصلاة أشد وأشد قول المصنف ويكره أن يشبك بين أصابعه المراد بتشبيك الأصابح وإدخال بعض الأصابع في بعض على هذه الهيئة فهذا يسمى تشبيكا والكراهة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك إذ لا يوصف الفعل بكراهة إلا لورود دليل أو معنى قوي يدل على الكراهة وإلا فقد يكون خلاف الأولى وقوله من حين يخرج أي من حين يخرج من بيته إن كان قاصدا المسجد لأجل الحديث قال وهو في المسجد أشد كراهة فإذا دخل المسجد فإنه يكون أشد لأنه من باب أولى ثم قال المصنف وفي الصلاة أشد وأشد إذن هنا ثلاث درجات ذكرها العلماء في كراهية التشبيك أشدها أن يشبك أصابعه في الصلاة ثم الكراهة الأخف أن يشبكها في المسجد قبل الصلاة ثم الكراهية الأخف أن يشبكها حال خروجه من البيت إلى دخول المسجد وقول المصنف هنا وهو في المسجد أشد عبر المصنف بقوله في المسجد ولم يقيده بكونه قبل الصلاة أو بعدها وهذا يدلنا على أن المذهب أنه يكره تشبيك الأصابع قبل الصلاة وبعدها ودليلهم في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك قال لأنه في صلاة منتظر الصلاة فما دام منتظرا الصلاة قبلها فهو في صلاة وكذلك إذا كان بعد الصلاة فله حكم الصلاة لأن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام فيه مصلاة حينئذ فظاهروا كلامهم ذلك لكن التشبيك بعد الصلاة لا شك أنه أخف من التشبيك قبلها لأن التشبيك قبل الصلاة الحديث صريح في النهي عنه بل هو أولوي وأما التشبيك بعدها فإنه ملحق من باب الإلحاق وقد جاء في حديث ذي اليدين حينما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فشبك يديه كهيئة المغضب فدل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التشبيك وهذا ما أخذه بعض فقهائنا كصاحب الرعاية حينما قال إن التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة ليس مكروها وإنما المكروه ما كان قبل الصلاة ومراعاة لخلافي أو لما ذكره ابن حمدان صاحب الرعاية وللحديث فحينئذ نقول إن تشبيك الأصابع أربع درجات وليس ثلاثا فأشدها أن يشبك في أثناء الصلاة بعد التكبير وقبل التسليم ثم يليه أن يشبك في المسجد قبل الصلاة ثم يليه أن يشبك حال سعيه ومشيه للمسجد ثم يليه في الكراهة لورود النص بخلافه والاحتمال القوي بأنه جائز كما قال ابن حمدان التشبيك بعد الانفتال من الصلاة بعد الانفتال من الصلاة وأما على المذهب فإنهم أول ما جاء من تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا فإنه قد نسى وانشغل ذهنه فانفتل عن ركعتين وترك ركعتين فمن باب أولى أن يكون ناسيا فشبك أصابعه حين ذاك ويسن أن يقول مع ما تقدم اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك قبل أن نقرأ هذا الدعاء قول المصنف يسن أن يقول مع ما تقدم ما تقدم يقال عند الخروج من البيت للمسجد ولغيره وأما هذا الدعاء فإنه يكون خاصا للخروج للمسجد لأن هذا الدعاء جاء في سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أنه قال من خرج من بيته إلى الصلاة فدل ذلك على تخصيص هذا الدعاء بالمسجد وقبل أن يقرأ القارئ هذا الحديث هذا الحديث مما أشكل على بعض أهل العلم قولوا الداعي فيه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ما معنى؟ المراد بحق السائلين هو حق أحقه الله عز وجل على نفسه فإن من الحق الذي أحقه الله عز وجل على نفسه أنه يجيب دعاء السائلين الذين يسألونه أم من يجيب المضطر إذا دعاه فالله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم فقد أحق الله عز وجل على نفسه حقا وهو إجابة الداعي فحينئذ عندما تدعو الله عز وجل بهذا الحق الذي أحقه على نفسه فإنه جائز وليس المراد كما ظن بأن حق السائلين هو جاههم فلا جاه لآدمين على الله عز وجل ولا يجوز التوسل بذوات الأشخاص ولو كان نبيا مرسلا ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم لكن لا يجوز التوسل بجاهه على الله عز وجل فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يتوسل إليه بذات أحد من المخلوقين وإنما يتوسل إليه جل وعلا بصفاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا ويتوسل إليه كذلك بالطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لأن الطاعة هذه من محبوب الله عز وجل فهو آير إلى التوسل إليه جل وعلا بفعله وصفته وهي المحبة إذن فلا إشكال في هذا الحديث نعم من أهل العلم انضعف أهل هذا الحديث كالشيخ تقييدين لكن جمع من أهل العلم مال إلى تقوية إسناده ومن من أفرده بالتصنيف لتصحيح هذا الحديث الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه رحمة الله فقد أفرده في جزء كامل تتبع طرق هذا الحديث لأن علة هذا الحديث في حديث عطية العوف فإنه كان مدلسا وكان يروي عن أبي سعيد الكلبي كما قال أحمد فكان يدلس عنه فيقول حدثني أبو سعيد فيظن الناس أن الذي حدثه هو أبو سعيد الخدري وإنما الذي حدثه هو أبو سعيد الكلبي وبحق ما مشايا هذا يا نعم هذا أيضا من الحق الذي أحقه الله عز وجل على نفسه فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة البطر طبعا هو شدة المرح خرجت اتقاء صخطك وابتقاء مرضاتك قوله خرجته الموجود في نسخ المسند المطبوعة وكذلك عند أحمد في المسند خرجته بدون الواو بينما الموجود في سنن ابن ماجه وخرجته وهذا يدلن على أن المصنف اختار لفظة ابن ماجه مع أن كثيرا ما يختار فقهاء مذهب الإمام أحمد من ألفاظ الأدعية ما رواه أحمد في المسند ولكن هذه اللفظة واللفظة التي ستأتي اختار فيها لفظة غير نعم اختار فيها لفظة أحمد ولم يختار فيها لفظة ابن ماجه ابن ماجه قلت بالواو بالزيادة وأما هنا أحمد بدون الواو أحمد هي التي اختارها المصنف ولم يختار روايتها ابن ماجه ابن ماجه بزيادة الواو نعم أسألك أن تنقذني من النار نعم قوله أسألك أن تنقذني من النار لفظة أن تنقذني هذه هي لفظة أحمد كذلك وأما عند ابن ماجه أن تعيذني وهذا مضطرد على قاعدة أصحاب أحمد أنهم يختارون اللفظ الذي رواه أحمد في المسند أو رواه أحمد في مسائله مثل عند الرفع من الركوع ماذا يقال في التسمين وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت هذا الدعاء انتهى اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك طيب هذه الجملة اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك فيها يعني من التبعضية التي جر بها أوجه وذاك يقول وأقربي ما تقول وأقرب وإنما تقول وأقربي أي ومن أقرب من توسل إليك وأفضلي أي من أفضلي إذ لو نصبتها لكنت تقول اجعلني أقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب هذا الحديث الذي قرأه القارق قبل قليل أصله ما رواه ابن السن في كتاب العمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أخذ بعضادة المسجد ثم قال اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك بدون من وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك هكذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد النووي هذا الحديث قال قلت وهذا يدل على أنه من اجتهاد النووي نفسه يستحب لقائل هذا الدعاء منا أن يقول اجعلني من أوجه ومن أقرب ومن أفضلي بزيادة لفظة من لأن الكمال المطلق في هذه الجمل الثلاث إنما هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة من هذه ذكرها من متقدم أصحاب الإمام أحمد الموفق في المغني وذكرها الشيخ تقي الدين في بعض مصنفاته بزيادة من وهذا يدلنا على أن الدعاء قد يختلف صيغته إذا كانت داعي به غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شاعري نورا وفي بشري نورا وفي نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا نعم هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحوه والحقيقة أن هذه الألفاظ التي أوردها المصنف لم أقف على أحد من أصحاب إمام أحمد قبل المصنف ولا شك أنه قصور بحث مني أوردها بهذه الصيغة فلعل المصنفة أوردها من ذهنه وحفظه أو أوردها من بعض الكتب المتأخرين لأن هذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلب نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يساري وفي لفظ في الصحيح وعن شمال نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وعظم لي نورا ثم قال كريب الراوي عن ابن عباس فلقيت بعض ولد العباس يعني من إخوان عبد الله أو من غيره فحدثني بهن وذكر بعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري نورا أي في هذه الخمس زاد فيها خمس جمل قال كريب وذكر خصلتيني ولم يسميه ما في الصحيح بعض الشراح كاب بن بطال قال وجدت في بعض الطرق ولا أدري من أي كتاب نسبة أن هاتين الخصلتين هما في عظمي نورا التي أوردها المصنف وفي قبري نورا وردها الحافظ بن حجر وقال بل الأظهر أن المراد بهاتين الخصلتين اللسان والنفس لورودها في ألفاظ أصح من اللفظ الذي أورده المصنف فالمقصود أن المصنف الصيغة التي أوردها فيها إشكال كثير جدا وعلى القاعدة التي أوردها أهل العلم فالأصل أن نقف في النصوص على الوارد وأن لا نزيد عن الوارد شيئا فلعل المصنف أتى بها من ذهنه ثم تتابع من بعده على نقلها كما هي نعم مثل بن بلبان في مختصر الإفادات وغيره وإن سمع الإقامة لم يسع قول مصنف وإن سمع الإقامة أي وإن سمعها قبل وصوله المسجد لم يسع معنى قوله لم يسع أي أنه يمنع من السعي وهذا المنع منع كراها فيكره السعي إذا سمع الإقامة وأما قبل سماعه الإقامة فسيأتي حكمه بعد قليل والدليل على أنه يمنع السعي إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة وقال ولا تسعوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع مر معنى أنها للكراها وأن هذا السعي يشمل نوعين السعي الشديد والسعي اليسير لأنه سيأتينا بعد قليل أنه يباح السعي اليسير في صور إذا فاعرف الفرق بين نوعي السعي عبروا عنه وهو السعي الشديد واليسير فالحالة الأولى إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد بظهور الحديث فإنه لا يسعى الصورة الثانية التي سيذكرها المصنف وهي إذا كان قبل الإقامة متجه إلى المسجد فلها صورتان إذا كان قد طمعا أنه سيصل إلى المسجد ويدرك التكبيرة الأولى من غير سعي شديد أو يسير فإنه مكروه له كذلك وأما إن طمعا أنه سيدرك التكبيرة الأولى إن سعى سعيا يسيرا فيباح له السعي اليسير فقط ويكره له السعي الشديد إذن هذه الصورتان التي سيردها المصنف نعم إذن شرع المصنف بعد ذلك في ذكر ما يستثنى من كراهية السعي لمن ذهب إلى المسجد فذكر الصورة الأولى وهو أن يكون قبل الإقامة وأن يكون طامعا بإدراك التكبيرة الأولى فقال فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام ليكون خلف الإمام إذا كبر الافتتاح فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عاجلة تقبح نعم يقول المصنف فإن طمع أي من كان خارج المسجد في إدراك التكبيرة الأولى هنا عبر المصنف تبعا أو هنا عبر المصنف بالتكبيرة الأولى ولم يعبر بتكبيرة الإحرام فدلنا على أن المرادة بالتكبيرة الأولى معنا أخص من تكبيرة الإحرام وذلك أن العلماء يقولون إن تكبيرة الإحرام تدرك ما لم يرفع الإمام من الركود فكل هذا يمكن به إدراك تكبيرة الإحرام بينما إدراك ما يسمى بالتكبيرة الأولى ومن أدرك التكبيرة الأولى أدرك تكبيرة الإحرام وزيادة في الأفضلية وهو أن يدخل مع الإمام في التكبير قبل أن يبدأ بأول أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة فمراد المصنف هنا بالتكبيرة الأولى هو أن يدخل مع الإمام قبل أن يبدأ بقراءة شيء من الفاتحة أو ما قبلها مثل التسمية وربما يكون أيضا مراده من استفتاح هنا عبر المصنف بالتكبيرة الأولى تبعا أو أتى بفكرة من الشيخ تقي الدين لكن الشيخ تقي الدين عبر عنها بتكبيرة الافتتاح ولكن المصنف غيرها إلى تكبيرة الأولى ثم أراد أن يبين ما الذي يحصل به ما الذي يحصل به تكبيرة إدراك التكبيرة الأولى ومن باب التبع إدراك تكبيرة الإحرام قال أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام بمعنى أن يقف في موقف المصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فمن حين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام بعده مباشرة يكبر المأموم هذا هو المراد والحقيقة أن هذه الجملة وهو قوله وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فيها بعض الركاكة وقد وردت هذه الركاكة من اختزاله واختصاره كلام الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة وذلك أن الشيخ يقول إن إدراك تكبيرة الافتتاح يكون بإدراك أول الصلاة هذا هو الحد إدراك تكبيرة الافتتاح يكون بإدراك أول الصلاة ثم قال وهو أي وإدراك أول الصلاة أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإمام قبل أن قبل تكبيرة الإمام للإحرام فلابد يعني أن هنا احتاج اختصار المصنف أدى للشارح أن يزيد وأن مراد المصنف بأن يدرك الصلاة أن يدرك الموقف في الصلاة فالمقصود أن اختصار المصنف وقد أشار إلى أنه اختصر هذا المعنى قال ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح حينئذ فإذا كبر خلفه مباشرة فإنه يكون قد أتى بالمتابعة وفي الحديث فإذا كبر فكبر فقط من باب الفائدة هذا الاستثناء الذي أورده العلماء لجواز السعي كما تعلمون هو مبني على فعل الصحابة رضوان الله عليهم فإن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن النهي للسعي للصلاة ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه رآه بعض أصحابه يذهب إلى المسجد يسعى سعيا يسيرا فلما سئل عن ذلك قال إني أرجو أن أدرك تكبيرة الإحرام فهذا الفعل من ابن مسعود يدلنا على أن فعل الصحابي يخصص به عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا عندما أتوا بهذا التفصيل لم يكن هذا التفصيل منهم من باب النظر فحسب بل إن له أصل من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولكن كما نعلم أن الأصل عندنا في هذا الدرس أن لا نذكر الأدلة وإنما نذكر كلام مصنف وتقييدات التي فاتته وهكذا نعم قال فلا بأس أن يسرع شيئا يسرع شيئا يعني هذا اللي يسمى عندهم بالإسراع اليسير وليس الإسراع الشديد الإسراع اليسير قال ما لم تكن عجلة تقبح العجلة التي تقبح هي الإسراع الشديد نعم الصورة الثانية وإن خشي فوات الجماعة والجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع أي مطلقا وهو الإسراع للشديد والإسراع اليسير باب أولى لأن ذلك لا يجبر إذا فات لأن ذلك لا ينجبر إذا فات لأن الجماعة إذا فاتت لا تدرك مرة أخرى إذا كان لا يوجد غيرها وكذلك الجمعة إذا فاتت لا تدرك قول مصنف وإن خشي فوات الجماعة مرت معنا مسألة وستأتي إن شاء الله توسعا أكثر أن الجماعة على مشهور مذهب تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام وعلى الرواية الثانية لماذا أذكرت الرواية لأن هذا فرعها الشيخ أو ذكرها المصنف بناء على قول الشيخ تقي الدين وسأذكر قوله بعد قليل والرواية الثانية أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة فحينئذ لا يكره الإسراع حتى الشديد لإدراك ركعة كاملة على اختيار الشيخ تقي الدين وعلى المذهب إنما تنتفي كراهة الإسراع اليسير والشديد إذا كان سيصل قبل السلام يورو بيسير بخلاف إدراك ركعة كاملة والجمعة كذلك لا تدرك إلا بركعة وأما الجماعة فيها وجهان ذكرت لك بالكلية ذكرت لك قبل قليل وقوله بالكلية يعني لا تدرك بالكلية ليس ركعة أو بعض ركعة قال فلا ينبغي أن يكره له الإسراع في ذلك هنا قوله لا ينبغي هذه هي عبارة الشيخ تقي الدين والشيخ لم يجزم بعدم كراهة ذلك لأنه بناها على أصل عنده وهو شدة التأكيد على وجوب الجماعة حتى إنه تردد رحمه الله تعالى في اشتراط صحة اشتراط الجماعة لصحة الصلاة لمن كان قادرا عليها فقد حكى الخلاف ونقل عنه أنه يقول إن الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن وجبت عليه وهو الرجل القادر غير المسافر وإذا كشيخنا لم يجزم يقصد بها الجماعة دون الجمعة فإن الجمعة يجب فيها الجزم حين ذاك قال لأن ذلك لا ينجبر إذا فات ثم قال الشيخ هذا معنى كلام الشيخ يعني بالشيخ كما مر معنا الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهذا متعلق بالجملة السابقة كاملة إلى أولها وتأتي فضيلة إدراك التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة نعم سيأتي إن شاء الله فضلها في باب صلاة الجماعة فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى نعم أي عند دخول المسجد وأن يقول بسم الله يا عزو بالله قوله هو أن يقول بسم الله لفظة بسم الله هذه واردة عند أحمد وغيرهم من أهل السنة من حديث فاطمة بنت الحسن عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتتمت الحديث هو آخر ما أورده المصنف فإن الحديث بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي فهنا قسمها المصنف جعل البسملة في الأول ثم أتبعه ما بعده في الأخير نعم بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعم هذه من قوله أعوذ بالله العظيم إلى قوله من الشيطان الرجيم هذه عند أبي داود من حيث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما الحمد لله نعم قوله الحمد لله هذه ليست موجودة في الفروع أصل كتاب المصنف وليست موجودة في المنتهى ولا شك أنه قصور علم مني أني لم أجد لها أصلا لا في كتب الفقهة ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد من نقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا دخل المسجد الحمد لله ولأجل ذلك فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما اختصر الإقناع ومع زيادة بعض فوائد من الكشاف في الكتاب المسمى بأداب المشي إلى الصلاة لم يذكر لفظة الحمد لله لأن هذا فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل أنها غير ثابتة وإذاك لم يذكرها في المنتهى ولا في الفروع الذي هو أصل كتاب المصنف وقول المصنف يقول اللهم صلي وسلم على محمد الذي ورد في المنتهى أنه يقول السلام على رسول الله بدون الصلاة وكلا الأمرين جائز فأما السلام فقد جاء في حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله وفي لفظ عند أحمد وغيره أن فاطمة رضي الله عنها كانت تقول إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم فدل على أنه كلا الصيغتين جائزة وأي الصيغتين أفضل ذكر بن قايد أن الأفضل من الصيغتين ما ذكره صاحب الإقنع وهو الأولى قال خروج من الخلاف وما قصده بالخلاف هذه المسألة المشهورة وهو هل يجوز أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة وهو وهو الذي يسمى بإفراد السلام عليهم فبعض الناس يقول قال النبي عليه السلام هل هذا مشروع أم لا جاء عن بعض أهل العلم كراهية ذلك مثل النووي وقبله ابن الصلاح أبو عمر بن الصلاح والعراقي نقل ذلك السخاوي في بعض كتبه ربما حسب ما في ذهن أظن فتح المغيث وقد يكونوا في غيره وبعضهم حمل النهي الذي ورد أن يكون ذلك على سبيل الديمومة أو في حال الكتابة من باب الاختصار وأما الإراد أحيانا فإنه جائز لكن المشهور في مذهب أحمد نص عليه المرداوي في أول شرحه لكتابه هو التحبير فإنه لما شرح التحبير بالتحرير في شرح التحبير أعفوا التحبير شرح التحرير ذكر في مقدمته أن الصحيحة يعني مذهب أحمد جواز إفراد السلام دون الصلاح أو الصلاح دون السلام ولكن مراعاة لخلاف ابن الصلاح وغيره من الشافعية ومثلهم النووي ذكر ابن قايد أن الأولى أن يجمع بينهما فيصلي ويسلم على محمد وإلا فكلاهما جائز كما ذكرت لك وقد نصف قهاؤنا على الصيغتين وقد ورد بهم الحديث نعم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك نعم هذا جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها نعم وإذا خرج قدم رجله وقال بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلي نعم قوله صلي وسلم على محمد مثل كلام السابق وتتمت الحديث كله هذا وارد في حديث فاطمة رضي الله عنها نعم اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده نعم قول مصنف يقول اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده في الحقيقة أن هذا لم يجزم بمشروعية هذا الدعاء المحقيقون من أصحاب أحمد لأن صاحب الفروع الذي هو أصل هذا الكتاب وخاصة فيما يتعلق بالأداب قال ويتوجه أن يتعوذ إذا خرج من المسجد من الشيطان الرجيم وجنوده وقال للخبر ومراده بالخبر ما جاء عند ابن السن في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما يجتمع النحل على يعسوبها فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقول اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها لم يضر لماذا قلت إنه لم يجزموا بها لأن ضعف هذا الحديث قد يكون قويا والضعف القوي قد يعني يعني ليس بمثل الضعف اليسير في الأدعية الضعف اليسير في الأدعية قد يتوسع فيه وذلك بمفلح لم يجعله يعني مجزوما به وإنما قال ويتوجه ذلك نعم فإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد نعم هذا على سبيل الندب المؤكد الندب المؤكد ما لم يمضي محلها ومحلها إذا استوى جالسا فحينئذ فالسنة يكون قد فات محلها إن كان في غير وقت نهي ويأتي آخر الجمعة نعم سيأتي في آخر الجمعة ما يتعلق بوقت النهي والصلاة فيه ويجلس مستقبل القبلة لأنه خير المجالس نعم قول مصنف لأنه خير المجالس هذا تعليل والأصل أن المختصرات لا يكون فيها تعليل ولكن أراد المصنف أن يبين لنا أن هذا حكم كلي ومعنى ذلك أن كل مجلس يستقبل به القبلة فإنه من خير المجالس سواء كان مجلس علم وقد كان بمسعودة الله عنه إذا جلس في دروسه استقبل القبلة هو واستدبر غيره القبلة وتحلقوا عليه وهكذا في غيرها من المجالس مرء في بيته المريض المقبور وذكرت بعض أحكام التوجه للقبلة المندوبة في أول باب استقبال القبلة ولا يفرق عصابعه نعم يفرق عصابعه بطقطقتها وقد جاء النهي من خبر عري وغيره والمراد هنا لا يفرقعها في المسجد لا قبل المسجد لأنه قال فإذا دخل المسجد فلا يفرقعها وأما قبله فإنه ليس مكروها وهنا النهي نهي كراها لأن هذا الباب أغلب الأحكام التي فيه لم يكن جميعها من باب الآداب ندبا أو كراها تل المنهي عنه ويشتغل بالطاعة من الصلاة والقراءة والذكر أو يسكت نعم أو يسكت ويكره أن يخوض في حديث الدنيا نعم لأن ما دام فما دام كذلك فهو في صلاة الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث نعم لأن هذا هو الحديث بقي عندي هنا جملة في قول المصنف ما دام كذلك ما معنى قوله ما دام كذلك ذكر الشيخ عبد الحي في شرح الغاية أن معنى قوله ما دام كذلك أي ما دام مشتغلا بالصلاة والذكر أي مشتغلا بمندوب فحينئذ يكون في صلاة وقال صاحب الكشاف الشيخ منصور أن معنى قوله ما دام كذلك أي تاركا المكروهات فيدخل في ذلك ما لو سكت والظاهر ما ذكره منصور فإن كلامه أدق فإن الذي يكون في صلاة تستغفر له الملائكة ما لم يؤذي أو يحدث هو من في المسجد سواء كان مشتغلا بطاعة كعلم وقراءة قرآن وذكر وصلاة ونحو ذلك أو كان ساكتا غير مشتغلا بكرهة وهذا يدلنا على أن عبارة منصور أدق وأشمل وهو الأظهر من الحديث نعم باب صفة الصلاة نعم هذا الباب هو من أطول الأبواب وقد نحتاج فيه دروسا متعددة يولد فيه المصنف والعلماء صفة الصلاة الصفة الواجبة والصفة المندوبة معا ويرتبونها على هيئة الصلاة ثم بعد إنهائهم صفة الصلاة يذكرون ما هو ركن من أفعالها وما هو واجب وما هو مندوب ثم يذكرون حكما الركني والواجب والمندوب في هذا الباب وفي باب سجود السهوي بعدها نعم يسن أن يقوم إمام فمأموم غير مقيم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يراه المأموم وإن كان في غيره ولم يعلم قربه لم يقم حتى يراه نعم قول مصنف يسن أن يقوم إمام قوله يقوم هذا من باب التعبير بالأغلب لأن الشخص غالب حاله أنه يقوم للصلاة ولكن هناك أشخاص لا يقومون للصلاة كمن يكون عاجزاً عن القيام فيصلي جالساً أو يصلي قاعداً فتعبيره بالقيام من باب الأغلب وهذا جائز وقال صاحب المبدع إن المراد بالقيام هنا هو التوجه إلى الصلاة ليشمل الجميع ولكن لو قلنا أنهم باب التعبير بالأغلب لكان أنسب لأن الحكم متعلق بالقيام في غالب الأحكام لا التوجه لأن المرأة قد يكون متوجهاً للصلاة لكنه ليس بقائم وهذا كثير لمن كان مستقبل القبلة في أثناء انتظاره الصلاة قوله أن يقوم إمام المراد بالإمام يعني يبتدأ به الذي سيصلي بالناس فمأموم الفاء تفيد التعقيب فلا يقوم المأموم إلا بعد قيام الإمام فيكون قيام المأموم بعد قيام الإمام قوله مصنف غير مقيم يعني أن المأموم الذي يقيم الصلاة لا يدخل في هذا الحكم لأن الأصل أن المأموم يقيم الصلاة قائماً فقد يكون قيامه قبل قيام الإمام وقد يكون قيامه بعد قيام الإمام فيختلف الأحوال فلا نقول دائماً أنه يستحب قبل قيام الإمام ولا يستحب أن يكون بعده فهذا يختلف اختلاف أحوال إمه والمساجد وإذاك فقوله غير مقيم أي مقيم للصلاة وهو المؤذن الذي يقيم الصلاة فإنه في غالب الأحوال يقوم قبل الإمام إذا أذن له الإمام بإقامة الصلاة قوله إلى الصلاة هنا المراد بالصلاة أي الصلاة المفروضة التي فيها أذانه وإقامة عند قول المؤذن هنا عبر المصنف بالمؤذن مع أن قبلها بجملة قال المقيم فلو أن المصنف جعل الكلمتين واحدة لكان أنسب فلو قال غير المؤذن ثم عادها بعد ذلك فقال غير المؤذن أو في كلاهما قال المقيم لكان أظهر في عدم التفريق بينهما إذن قوله عند قول المؤذن أي الذي يقيم قد قامت الصلاة وبعضهم وخاصة من المتأخرين قد يعبر فيقول عند قد من قوله قد قامت الصلاة لأن هذه قد أول الكلمة فيكون الحكم متعلقا بها بهذه الجملة كلها هنا مسألة مهمة جدا قبل أن نذكر كلام المصنف سيتكلم المصنف الآن متى يستحب للمأموم أن يقوم هذه المسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى نبدأ بكلام صاحب الإقناع ثم آتي بكلام صاحب المنتهى ثم نحاكم بينهما ذكر المصنف أن السنة للمأموم أن يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لعموم حديث علي رضي الله عنه وغيره أنه من السنة أن يقوم عنده طيب قال إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم فما دام الإمام في داخل المسجد فإنه إذا سمع المأموم الإقامة فإنه يقوم ولو لم يكن قد رأاه سواء كان المسجد كبيرا وهو في أطراف المسجد أعلى المأموم أو أن المسجد صغير وهو قريب من الإمام لكن الإمام كان في آخر المسجد أو لم يخرج من مكان مختب فيه كأن يكون له خبأ ففي عموم الأمرين ما دام الإمام في المسجد فإنه يشرع للمأموم أن يقوم عند الإقامة قال الشيخ وإن كان في غيره أي في غير المسجد كان الإمام في غير المسجد بأن يكون مثل بلال رضي الله عنه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد فإذا رآه أقام فيكون الإمام خارج المسجد لم يدخل بعد المسجد قال وإن كان في غيره ولم يعلم قربه أنه قريب لم يقم حتى يراه للحديث الذي تعرفونه فلا تقوموا حتى تروني إلى هنا هذا كلام صاحب الإقناع صاحب المنتهى يقول لا أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فإنه يستحب للمأموم أن يقوم إن كان يرى الإمام فالعبرة بالرؤية وإن لم يكن قد رآه ولو كان في المسجد فلا يقوم فالعبرة برؤيته وأيهم المذهب كثير من المتأخرين جزم بقول صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية ومنهم الخلوة فإن الخلوة في حاشية الإقناع وقال هذا خلاف المذهب والمذهب مع صاحب المنتهى وسبب جزمهم بأن هذا المذهب أن هذا هو كلام المرداوي في التنقيح فإن المرداوي في التنقيح جزم بهذه العبارة أن العبرة بالرؤية ولكن الذي يظهر والعين عند الله عز وجل أن الأقرب مع المصنف صاحب الإقناع لأن المرداوي في الإنصاف وعبارته مبسوطة أكثر ذكر ما ذكره المصنف هنا وقال وهو الصحيح من المذهب ولم يحكي هو صاحب الإنصاف ما ذكره في التنقيح فدل على أنه ليس مذكورا في كتب المذهب فيما يظهر فالمصنف تبع ما في الإنصاف مع جزمه بأنه هو الصحيح من المذهب وحكى أمر الآخر في قضية القيام خارج عن الصورتين هذه وذلك ربما والعلم عند الله عز وجل أن الأقرب مع المصنف وأن العبرة بكون الإمام في المسجد أو عدمه بناء على أن صاحب الإنصاف هو الذي مشى عليه بخلاف ما في التنقيح مع أن القاعدة المشهورة جدا أنه إذا اختلف التنقيح والإنصاف فالمقدم ما في التنقيح وذلك يقولون كتب القاضي على الدين المرداوي ثلاثة ترتيبها بحسب القوة الإنصاف عفوا التنقيح ثم الإنصاف ثم التصحيح بيرون التصحيح بعدها نعم وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا نصا أي نصا عليه أحمد وذلك فيما نقله أبو داود أنه قال قيل لأحمد تقول قبل التكبير شيئا قال لا هذا نص أحمد في الواية بداود نعم وإن دعا فلا بأس فعله أحمد ورفع يديه طيب قبل أن نقف عند قول المصنف وإن دعا فلا بأس لما قال أحمد لا ذكر المصنف أن نص المصنف على أنه لا دعاء يقول الشيخ تقيدين يقول بعض الأصحاب حمل الرواية عن أحمد أنه لا يقول شيئا بعد التكبير من الأدعية قال مع أن كلام أحمد عام فيشمل الأدعية ويشمل التلفظ بالنيه وهذا صريح بأن أحمد قد نص على أن التلفظ بالنيه غير مسنون وقد مر معنا الكلام فيها قبل درس تقريبا أو قبل درسين نعم قول المصنف وإن دعا فلا بأس لا بأس يعني أنه جائز بلا كراها وإن كنتم تذكرون مر معنا في باب الأذان أن الدعاء يكون قبل انتهاء الأذان أو الإقامة لا بعدها قال فعله أحمد ورفع يديه هنا قول المصنف ورفع يديه الحقيقة أن جعل هذا من باب الجائز مطلقا فيه إشكال على المذهب نبه على هذا الشيخ عبد الحي وسبب ذلك أن المصنف أخذ هذه المسألة من الفروع والفروع لم يأتي بها بصيغة الجزم وإنما قال وعنه وعنه أنه دعا يعني أحمد ورفع يديه وعنه وتعبير الفقه ب وعنه يدلنا على أن هذه الرواية المحكية المذهب على خلافها نبه على هذا الملحظ الجيد صاحب عبد الحي أظن أن نقلها من صاحب الكشاف كذلك وإذلك فإن هذا الظاهر أن رفع اليدين ليس هذا محله وخاصة أن قاعدتهم أن المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا يشرع فيها الدعاء والمواضع التي دعا ورفع يديه فيستحب فيها الدعاء وأما المواضع المطلقة فإنه يجوز فيها رفع اليدين ولا تلحقوا بالصورة الأولى الصورة الأولى فقط التي دعا ولم يرفع يديه فيها وهنا لا دعاء أصلا فهو ليس مستحب فحينئذ لا يستحب رفع اليدين فيهم باب أولا نعم ثم يسوي الإمام الصفوف ندبا بمحاذات المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع نعم التسوية بين الصفوف سيأتي أنها مستحبة وما يؤدي إليها مستحب والتسوية جعلها مستقيمة وقوله الصفوف يدل على أن الإمام يسوي الصفة الأولى وما بعده لأن من الفقه من يقول يسوي الصفة أي للذي يليه ولكن تعبير مصنن بالصفوف يدل على أن الإمام يستحب له أن يعدل الصفوف كلها وقد جاء في الحديث أو في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من أصحابه من يسوي الصفوف من باب النيابة قال ندبا بمحاذات المناكب والأكعب فهنا التسوية تكون بالمحاذة بأن تتحاذى المناكب وهو أعلى الجذع والأكعب وهو أسفله فدل ذلك على أن العبرة بالمحاذة بالأكعب والمناكب وقوله دون أطراف الأصابع أي أصراب الرجل المقدمة لأن الأرجل بعضها يكون أطول من بعض وإنما العبرة بالأكعب الأرجل دون أطرافها وهنا لما ذكر المصنف بمحاذات هذا يدلنا على أن المشروع إنما هو المحاذة والمستحب وأما الإلصاق فإنه متعلق بالترص والذي فعل الإلصاق الصحابة كما جاء في حديث النعمان من باب المبالغة منهم في الترص الذي هو مستحب المحاذة بالمناكب وأما الترص بها فهو من باب المبالغة والفقه لم يأخذوا به بأنه مستحب التلاصق بالمناكب والأكعب لأنه قد يكون فيه مشقة على الناس ولا يكون ممكن لكل أحد فقد يتأذى بعض الناس وبعض الناس تركيبة جسده بأن يكون عظيم المنكبين أو قد يكون أبحج بين ساقيه فيكون عندما تقول إنهم يترصون بالمناكب والأكعب قد يكون فيها مشقة وذلك قالوا إنهم من المباح وهم باب المبالغة وليس مستحبا هذا توجيههم نعم فيلتفت عن يمينه قائلا اعتدلوا وسووا صفوفك نعم هذا أي يلتفت الإمام ويقول ذلك نعم وفي المغني وغيره يقول استووا رحمكم الله التعبير المصنف في المغني وغيره يدل على أن هذه العباء الجملة ليس مستحبا فيها لفظة معينة وإنما يجتهد فيها نعم وعن يساره كذلك لأن تسوية الصفع من تمام الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح قال أحمد ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام نعم يعني هذا قول أحمد نقله أبو داود في مسائله بهذا النص الذي أورده المصنف وقول الإمام أحمد قبل أن يدخل الإمام أي قبل أن يدخل الإمام في مكانه وموقفه الذي يصلي فيه وليس المراد قبل أن يدخل الإمام في الصلاة الفرق بينهما أنه مستحب للمأمومين أن يقوموا ويصفوا صفوفهم ويكونوا مستوين قبل أن يصل الإمام إلى مكانه مدام في المسجد نعم ويسن تكميل الصف الأول فالأول نعم قول مصنف ويسن تكميل الصف الأول بالأول عبر بالسنية للحديث وذلك عبر بالسنية فذكر أول أحكام يسن تكميل الصف الأول فالأول عندنا هنا مساء المسألة الأولى في قوله تكميل الصف الأول التكميل هو أن يكمل الصف فيكون كاملا ثم ينتقل بعد ذلك للصف الثاني والمراد بالصف الأول الصف الأول الذي يلي الإمامة وليس المراد بالصف الأول الذي بجانب الإمام لأنه لو صلى أحد بجانب الإمام يقول ليس هذا هو الصف الأول وإنما الصف الأول ما كان خلفه ويليه وذلك قال العلماء إن أفضل الصفوف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ويكون في فضل آخر الصفوف كأنه آخر الصفوف الصف الذي يكون مجاوراً للإمام فمجاورة الإمام معناها في الأجر أجر آخر الصفوف لأنه سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة أن الأفضل أن يكون المأمومون خلف الإمام وليس بجانبه عيمينه أو عيمينه وشماله إذن هذا الأمر الأول فمراد بالصف الأول ما يلي الإمام ويكون خلفه لا ما كان مجاوراً له إن باب أولى ما كان متقدماً لأن المتقدم لا تصحر ائتمام به إنما جعل الإمام ليؤتم به وقول مصنف الأول فالأول هذه الجملة تدلنا على أن الصف الأول أفضل من الثاني وكذلك تدل على أن الثاني أفضل من الثالث والرابع أفضل من الخامس وهكذا وإذلك عبر الأول فالأول ولم يقول ويسن تكمل الصف الأول ويسكت فهذا يدلنا على أن كل صف يكون أفضل مما خلفه نعم وتراص المأمومين نعم هذا الحكم الثاني وهو المراصة وهي سنة وقد حكي الإجماع عليها أنها سنة وهو قول ذاهب الأربع وإن كان الشيخ تقيدين يقول إن الإجماع حكي على المشروعية لا على نفي الوجوب لكن المذاهب الأربع على أن التراص إنما هو مندوب وليس يعني واجبا وقول المصنف وتراص المأمومين يشمل صورتين تراص المأمومين بمعنى أن يكونوا متراصين في الصف الواحد فلا يكونوا بينهم فرج وسيأتي هذا في سد الخلب الأمر الثاني تراص الصفوف فلا يكون بعد بين الصف الأول والصف الثاني وذلك يستحب عند أهل العلم عدم المباعدة بين الصفوف وأن يكون بين كل صف والذي يسبقه ما يكون بين المصلي وسترته وهو ثلاثة أذرع كما تعلمون نعم وسد خلل الصفوف نعم سد خلل الصفوف فلا يكون بينها فرج هذا هو سد الخلل وقد ذكر أهل العلم أنه من باب الاستحباب متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا كان الشخص قد اجسمع فيه قيدان قيد الأول وحده ولم يصاف أحد والأمر الثاني أن يكون قد ابتعد عن من يجاوره مسافة تقطع الصف إذن إذا كان وحده وابتعد عن من يجاوره كما حدث عندما جاء كورونا مثلا فأصبح الناس يتباعدون فإن كان التباعد كبيرا جدا وليس بجانبه من يصافه فحينئذ يقولون يكون ذلك حكمه حكم صلاة الفذ حكمه حكم صلاة الفذ لكن لو كان بجاء اثنان واثنان بعيدان عنهما في طرف الصف نقول يا صح حينئذ الاصطفاث هذا البعد كم مقداره ذكر ابن مثله في النكت على المحرر أنه وجد لبعض أصحاب الإمام أحمد تقديره بثلاثة مصلين وبناء على ذلك فإن أقصى ما يكون به التباعد ثلاثة الأذرع ثلاثة أذرع مثل ما يكون بين الصفوف إما ندبا أو وجوبا عند الشافعية وثم قال ابن مثلح قال كذا يقول ابن مثلح ولعل الأقرب على قاعدة المذهب أن يكون هذا متعلقا بالعرف لعدم وجود ما يدل على التقدير والحقيقة أن قول ابن مثلح أن التقدير بالعرف حسن لكن لما احتاج الناس لهذه المسألة في السنوات التي مضت معنا قبل سنتين تقريبا أو سنة وجد من الناس من يتباعد عن المصلد بجانبه أكثر من خمسة أمتار بل إن من الناس من أصبح فذا في الصف والحقيقة أن العرف واضح جدا وإن قالك لا أنا هذا ليس منه في كلامه نظر وبنان عليه فالأمر العام قاعدة فقهائنا أن الأمر العام لا يرجع فيه للعرف وإنما يرجع فيه للتقدير ولو كان دليل التقدير ضعيفا أما الأمر الخاص بالشخص مثل الدم اليسير والكثير فيرجع فيه للعرف لأنك متعبد بما في نفسك ومر معنا ذلك في اليسير ولذا فالأقرب قول من قال من أصحاب أحمد أن من زاد عن ثلاثة أذرع ولم يكن بجانبه من يصافه فإنه حينئذ يكون حكمه حكم الفذي ويدل على ذلك أدلة مذكرة في محلها فلو ترك القادر الأول فالأول كريها نعم كريها له أن يصلي في الثاني مع قضاته على الأول والصف الأول وهو ما يقطعه المنبر لا ما يليه طيب قول المصنف والصف الأول تركه مكروه كذلك وهو بدأ يتكلم عنه والصف الأول هو ما يقطعه المنبر لا ما يليه قول المصنف وهو ما يقطعه المنبر أشار المصنف في ذلك لخلاف في مذهب أحمد نقل هذا الخلاف إبن رجب في فتح الباري أنه قد يفهم من كلام أحمد أن الصف الأول هو الصف الكامل الذي لا يقطعه شيء وبناء على ذلك فنقول إن الصف الأول هو الذي يلي الإمام فيكون خلفه سواء قطعه المنبر أو لم يقطعه المنبر كيف نعرف الذي قطعه المنبر يمكن لا نعرفه هنا في الرياض لكن في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومثله في مسجد قبا المنبر يرقى له الخطيب من من جهة المأمومين فالصف الأول وخاصة الوضع الحالي حينما أصبح الناس يصلون في محراب أو في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومصلى أصبح الصف الأول الآن يقطعه المنبر فبين يسار المنبر هي الروضة ويمين المنبر ليست هي الروضة فنقول كل هذا يسمى الصف الأول وإن كان يقطعه المنبر وليس الصف الذي يليه الذي يكون ليس قاطعا فيه ومثله أيضا في مسجد قبا من صلى الجمعة هناك إذن المراد بذلك في قوله ما يقطعه المنبر مما توفر فيه القيد السابق أنه يلي الإمام إذا وجد منبر يقطع لأن كان منبر كبيرا ذا درجات عالية وقوله لا ما يليه إشارة الخلاف الذي نقلته لكم عن أبي الفرج بالرجل في فتح الباري ويمنت كل صف للرجال أفضل نعم قول المصنف ويمنت كل صف للرجال أفضل الحقيقة أن الواو هذه هي واو عاطفة فكأن المصنف يقول والصف الأول ويمنت كل صف للرجال أفضل ولكن لما جاء عندنا الناسخ في الكتاب جعلها سطر جديد يظن أنه واو استئنافي ليس كذلك لماذا قلت هذه المسألة الربط بينهما مهم جدا فائدة ذلك أن قول المصنف للرجال أفضل كلمة للرجال تعود للأول فقط وهو الصف الأول وأما اليمنة فإنه للرجال وللنساء معا يمنة الصف أفضل من يساره وهذا الذي انتبه لتعدير هذه الصياغة مرعي في الغاية فذكر أن الصف الأول للرجال أفضل ويمنة الصف أفضل مطلقا أي للرجال والنساء فكانت عبارة مرعي صح من عبارة المؤلف المؤلف تبع فيها صاحب الفروع حقيقة وتبعهم جماعه وذلك الأولى أن يقول وَالصف الأول للرجال أفضل ويمنة كل صف الأفضل مطلقا للرجال والنساء هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بذلك المسألة الثانية وهي مسألة مفيدة لنا في قول المصنف ومن وفقه كثير منهم صاحب الغاية وغيرهم ويمنت كل صف أفضل هذا يدلنا على أنه أفضل من شيئين الشيء الأول أفضل من يساره وهذا واضح وقد جاء حديث أن الله وملائكة يصلون على ميامين الصفوف بقي عندنا صورة وهو ما يسمى بنقرة الإمام بأن يكون المرء خلف الإمام مباشرة ظاهر كلام المصنف أن الصلاة على يمين الإمام أفضل من الصلاة خلفه وهو أفضل من نقرة الإمام وهذا ظاهر كلام المؤلف والمنتهى والغاية وقال بعض أهل العلم إن الأفضل من يمين الصف نقرة الإمام بأن يكون خلفه مباشرة وهذا الذي جزم به ابن نصر الله وذكر ابن قندس في حاشيته على الفروع أن هذا هو منصوص الإمام أحمد ونقل فيها كلاما عن أحمد في ذلك وأن منصوص أحمد على أن النقرة أفضل من ميامين الصفوف فيكون على ظاهر كلام المصنف أن اليمين أفضل ولو كان خلف الإمام مباشرة والاحتمال الثاني الذي ذكرت لكم من جزم به أن ما خلف الإمام يكون أفضل هذه مسألة نعم ثم بدأ يتكلم المصنف عن ظاهر هذا الإطلاق كذلك نمر معنا الظاهر الأول وهو أن الظاهر أنه أفضل حتى من نقرة الإمام أي خلفه مباشرة والظاهر الثاني فضل وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل من من على اليسار ولو كان أقرب نعم قوله وظاهر كلامهم هذه عبارة بمفلح نقلها المصنف جازما بها أن الأبعد عن اليمين يعني لو أن امرأا كان هو العاشر يمين الصف هل هو أفضل أم الثاني إذا كان عن يسار صف الإمام فأيهما أفضل ذكروا بمفلح أن ظاهر كلامهم أي ظاهر كلام الأصحاب من أخذوا هذا الظاهر أنهم قالوا ويمين كل صف أفضل فأطلقوا أن اليمين أفضل فيشمل كل يسار سواء كان أقرب أو أبعد من الإمام وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين يعني الأبعد عن الإمام إذا كان يمين الصف أفضل ممن على اليسار سواء كان أبعد وهذا لا شك أو مساوي وهذا لا شك أو أقرب إلى الإمام وهذا هو المحل وذكر قال ولو كان أي من على اليسار أقرب وتعبير المصنف ولو كان هو إشارة لخلاف والحقيقة أن هذا الخلاف قوي فقد ذكر ابن مفلح بعدما ذكر احتمال الذي أوردوه قال ويتوجه وبعدما ظاهر كلامهم قال ويتوجه احتمال لابن مفلح أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره فيكون القرب اليسار أفضل من بعد اليمين وهذا الذي ذكره احتمالا ابن مفلح جزم به الشيخ سليمان بن علي عليه رحمة الله جد الشيخ محمد الدوهاب جزم به واستدل له نقله ابن منقور في الفواكه وممن نصره وجزم به كذلك من المحشين المتأخرين ابن ابن حميد المكي في حاشيته على شرح المنتهى فقد جزم بهذا وانتصر له بآثار النقالها إذن فقل المصنف ولو كان أقرب إشارة لخلاف قوي عند المتأخرين والأدلة فيها قد تكون متعارضة في بعض الشيء نعم قال ابن نصر الله في شرح الفروع وهو أقوى عندي انتهى نعم قوله وهو أقوى عندي يعني ما استظهره المصنف فقد قواه ابن نصر الله ابن نصر الله فيه طبعا قوله شرح الفروع يعني حاشية على الفروع نعم وظاهر كلامهم يحافظ أيضا قوله وظاهر كلامهم هذا كلام بالمفلح ظاهر كلامهم يمين الصف لا وظاهر كلامهم الصف الأول أفضل مما يليه نعم يحافظ على الصف الأول وإن فاتت ركعة لا إن خاف فوت الجماعة طيب هذه فيها مسألة يقول إن ظاهر كلامهم المتقدم أنه لما قال إنه يكره تركها لو أن امرأة علم أنه سيدرك الصف الأول وتفوته أكثر من ركعة أو أكثر من ركعة فهل الأفضل في حقه أن يدرك الركعة ولو كانت الأولى أم يدرك الصف الأول قال المصنف ظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتت الركعة هذا يظهر لنا متى غالبا في الحرم المكي ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المساجد هذه الكبيرة قد تدخل في الساحات إلى أن تصل للصفوف المتقدمة واتفوتك ركعة وبسهولة بل قد تكون أكثر من ركعة في بعض الصلوات التي يستعجل الأئمة فيها فحينئذ يظهر هذا الحكم جليا في أغلب الصلوات لمن حضر عند الإقامة يقول المصنف إن ظاهر كلامهم أن المحافظة على الصف الأول إن أمكنه الصف الأول مثل بعض الصلوات التي يكون فيها الصف الأول غير ممتلئ أو يكون له مكان في الصف الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصف الأول مثلا لأصحاب الجنائز يعلم أنه إن دخل ولو فتاته ركعة وركعتان قد يدرك الصف الأول فيتركون جزء من الصف الأول لأهل الجنائز لكي يمشوا مع جنازة وليهم فيدخلوا معه لأنهم تعرفون يستعجل في دفنها وإذ ذهابها للمقبرة فلو كانوا بعيدين عنه لربما دفنة ولم يعرفوا قبره فلذلك جعلوا جزء من الصف الأول في الصلوات الفريضة لقرابة الميت فحينئذ أيهما أفضل ما ذكره المصنف عندنا هنا مسألة وهي أن قول المصنف يحافظ على الصف الأول لم يذكر الصف الثاني والثالث وسكت عنه فهل نقول إن إدراك الصف الثاني في المسجد النبوي أو التقدم في الصف أفضل من إدراك الركعة وهذه مثالها أظهر المصنف سكت عنها لكن حينما قال المصنف يكره للقادر تركه الأول فالأول يدل على أن التقدم في المسجد النبوي وفي غيره أفضل من إدراك ركعة ولو كنت في آخره وهذا واضح نعم وكلما قرب من الإمام فهو أفضل نعم كلما قرب من الإمام أفضل في الصفوف وفي بعد الصفوف عن الإمام وذاك القرب من الإمام أفضل وتراصل الصفوف أفضل نعم وكذا قرب الأفضل والصف أفضل لياليني منكم ولو الأحلام والنهاء ينبني على قوله وكذا قرب الأفضل أن للأفضل إذا حضر أن يبعد المفضول أن يبعد المفضول فيبعد الصبي عن الصف الأول أو عن قرب الإمام لكي يقوم بالرد على الإمام حين ذاك طبعا قوله والصف منه أي والقرب من الصف الذي في يعني قرب الصف من الإمام وقرب الصفوف بعضها من بعض للإمام منه أي من الإمام نعم والأفضل تأخير مفضول كالصبي للبالغ والصلاة مكانه نعم هذه المفهوم ذكرنا قبل قليل أن الأفضل له تأخير المفضول ويكون تأخير المفضول لها صورتان الصورة الأولى عدم تقديمه ابتداء فلا يتقدم يقال له تأخر كالصبي ونحوه الثاني أن يكون قد تقدم فيؤخر بعد تقدمه وهذا معنى قولهم والأفضل أي وللأفضل أن يؤخر المفضول إذا وجد الأفضل طبعا كالصبي للبالغ لأن البالغ لا يعني معرفة كونه أفضل أو ليس بأفضل غير ظاهر أما الصبي فهو ظاهر وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها نعم هذا الحديث لكن مراد بشرها ليس من حيث أنها إثم فليس كل شر إثم وإنما المراد بالشر هنا أقلها أجرا ومثوبة عند الله عكس صفوف النساء نعم ويسن تأخيرهن نعم قوله ويسن تأخيرهن أطلق المصنف هنا أي يسن أن تكون صفوف النساء آخرا مطلقا دائما فضل صف النساء الأخير المتقدم وذكر مرعي وجها جميلا جدا يعني يتوافق مع ضواهر النصوص والمعاني من حيث المقاصد وهو أن السن أن يكون الأفضل النساء صفوفهن الأخيرة إذا صلينا مع الرجال قال لا إن صلينا مع بعضهن وهذا الذي جزم به مرعي جعله اتجاها له صرح به منصور فالكشف وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كانت في مكان معزول عن الرجال مثل المصليات الموجودة عندنا الآن لما كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجز بيد الرجال والنساء قد يقال إن تقدم النساء في صفوفهن أو لا وهو الذي ذكرت لكم قاله مرعي وصاحب الكشاف وهو منصور فتكره صلاة راجل بين يديه امرأة تصلي نعم إذا كانت تصلي أمامه فلا يصلي خلفها وإلا فلا وإلا إن لم تكن تصلي فلا يكره مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي وأمامه عائشة رضي الله عنها ثم يقول وهو قائم مع القدرة نعم قوله ثم يقول أن يقول ابتداء واستدامة معا فيجب أن يكون ابتداء التكبير واستدامته إلى منتهى حال قيامه وهذا الذي ذكرت لك قبل قليل ابتداء واستدامة لأنه سيأتينا بعد قليل فيما إذا فعله ابتداء دون الاستدامة أو العكس فإنه ليس بمجزة وذلك ذكرناها ابتداء أولا لكي نعرف أن اختلال هذين القيدين يترتب عليه عدم صحة الفرض نعم مع القدرة في الفرض قوله مع القدرة يعود إلى أمرين مع القدرة على القيام ويعود مع القدرة على التلفظ لأن العاجز عن التلفظ لا يجب عليه الإثيان به قوله بالفرض عبارة المصنف أجود من عبارة صاحب المنتهى لأن صاحب المنتهى قال في المكتوبة والتعبير بالفرض أجود ليشمل المكتوبة والنذر الواجب فإن النذر الواجب يجب أن يصليه قائما ولا يصحه جالسا يقول الله أكمب مرتبا لا يجزيه غيرها قوله يقول الله أكبر مرتبا مرتبا معنى مرتبا يعني يأتي بلفظ الجلالة ثم بصفته أكبر فلا يقدم أكبر على الله فلا يقول أكبر الله فإنها لا يجزي ولا يجزئه غيرها من الألفاظ طبعا غيره من العلمة زاد مرتبا متواليا بحيث لا يفصل بينهما يعني فصل طويل أو كلام ليس من جنسه فإن فصل فإنها لا تنعقد صلاته والمراد بعدم الفصل أو بالموالاة الموالاة الحقيقية والحكمية فيما لو عطس أو نحو ذلك نبه عليه مرهي فإن أتمه قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا أو في غير فرض أو قاعدا في غير فرض صحت وأدرك الراكعة نعم هنا مساءل الصورة الأولى قال فإن أتمه قائما أو راكعا يعني ابتدأ التكبير قائما ثم أتمه قائما أو راكعا يعني قوله إن أتمه راكعا يعني ابتدأ التكبير قاعدا ثم أتمه قائما وقوله راكعا ابتدأه قائما ثم أتمه راكعا يعني الجملة مختصرة جدا انظر معي قوله فإن أتمه قائما أو راكعا لم يتكلم عن ابتدائه فقوله فإن أتمه قائما يعني ابتدأه قاعدا أو ماشيا ثم أتمه قائما وهو جالس قال الله ما أتى بأكبر إلا وهو مستتم قائما الصورة الثانية قال أتمه راكعا فيكون قد ابتدأه قائما ثم أتى بلفظة أكبر مثلا حال ركوعه هذا معنى قوله فأتمه إذن فسكت عن الابتداء وسبب سكوته أو معنى سكوته عكس هذه الصورة فعكسه القيام القعود وعكسه الركوع القيام هذا المراد يقول المصنف نرجع لآخر الجملة ثم سأكمل التام قال في غير فرض صحت وأدرك الركع في غير فرض بأن تكون نافلة ومنها صلاة الترويح مثلا نقول تصح لأن النافلة ليس من شرطها أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما بل يجوز له أن يصليها قاعدا فدل على أنها تصح حينئذ ويدرك الركعة بهذا الفعل ثم قال وفيه أي وفي الفرض تصح نفلا فتنقلب نفلا وسأتكلم عنها بعد قلب الصورة الثالثة إذن الصورة الأولى أتمها قائما عرفناها افتتحها غير قائما بأن يكون ماشيا أو يكون قاعدا ثم أتمه قائما الصورة الثانية أتمه قائما بأن افتتحها أتمه راكعا بأن افتتحها قائما ثم ركع الصورة الثالثة أن يأتي به كله راكعا أو قائما ابتداءا وانتهاءا حال الركوع أو القعود أي لا ليس في حال القيام فإنها تصح بها النافلة ولا تصح به الفريضة هنا عندنا مسألة في قول المصنف وفيه أي في الفرض تصح نفلا إن اتسع الوقت يعني لو أنه كبر ابتداءا لا استدامة وانتهاءا من غير قيام فإنه إذا كانت الصلاة فريضة فلا تصح بل تنقلب نفلا فتنقلب نفلا وهذا معنى وفيه تصح نفلا طبعا فقط باب الفائدة يستثنى من ذلك صورة تبطل الصلاة فيما لو كان الإمام لم يفعل ذلك فإنه إذا بطل الإمام بطلت فرضية الإمام تبطل فرضية المأمومين لأنهم يظنون أنها إن اتسع الوقت لأداء الفريضة بعد النافلة وإلا فإنه لا يصح التنفل مع ضيق الوقت في مسألة تذكرتها الآن يعني دائما يكون فيها السؤال في الحرم المكي بالذات نحن تكلمنا قبل قليل عن الصف الأول ما هو وعرفنا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء قطعه منبر أو نحوه أم لا هناك مسألة تلد عندنا في مكة كثيرا وهو أنه كما تعلمون باتفاق أهل العلم من لم يكن من الجهة التي فيها الإمام وإنما كان من الجهات الثلاثة الأخرى وتقدم على الصف الذي يلي الإمام فإن صلاته صحيحة بلا خلف ما فيها خلف أنها صحية وإنما النزاع هل الصف الأول في الحرم إذا صل الإمام في المسجد الحرام هو الذي يليه من جهته ويليه من الجهات الأربعة الأخرى أو الثلاثة الأخرى أم أن الصف الأول هو الصف الذي يليه من جهته والصف الأقرب إلى الكعبة من الجهات الأخرى هذه هي المسألة ذكر بعض المحشين أنه يوجد فيها كلام للشافعية ولا يوجد فيها كلام لأصحاب الإمام أحمد ذكر ذلك بعض المحشين على شرح منتهى قال وظاهر كلامهم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام من جهته وما يحاذيه من الجهات الأخرى كيف أخذ هذا الكلام من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام قال ولو كان يتقدمه من الجهات الأخرى شيء آخر فحين إذن فيكون الصف الأول هو الذي يحاذي الإمام من جميع الجهات حاليا نحن الآن في أغلب الأوقات يصلي الإمام ما يصلي في الصحن وإنما يصلي في المصابيح التي هي الأروقة فالصف الأول هو الصف الأول في الأروقة في الغالب هي الصف الأول في يكون حين ذاك في صلاة الفريضة فعلى ظاهر كلامهم وأعبر بالظاهر لأنه لا توجد قاعدة بنوا عليه هذا الكلام وإنما بنوه على ظاهر عبارة وتكلمت أكثر من معنى ما معنى الظاهر فعلى ظاهر كلامهم كما نقل ذلك بعض المحشين على شرح المنتهى أن الصف الأول من غير الجهة التي يكون فيها الإمام هي المحاذية للصف الأول فيكون الصف الأول في المصابيح أو في أرويقات المسجد الحرم فقد تذكرت هذه المسألة فلكي لا أنساها نحن فضاش فإن زاد على التكوير كقوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو أجل ونحوه كريه نعم كريه ولا تبطل الصلاة لأن هذا ذكر والذكر لا يبطل الصلاة وقد أتى بالكلمة كما هي ولم يأتي بما يقطعها أو يغيرها فإن مد همزة الله أو أكبر أو أكبر نعم مقصود بالهمزة في أول الكلمة فيقول الله أكبر فالمد هنا يجعلها استفهاما والأصل في أن الجملة خبرية وليست استفهامية فيتغير المعنى فلا يالصح أو قال أكبر أكبر بأن أشبع الفتحتها وجعلها حرف مد فكانت أكبر فتكون جمعة كابار قيل الطبل وقيل الشيطان لم تنعقد صحيح ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهائي الألف الذي بين اللام والها الله هكذا الله زيادة عليه بحركتين إلى أربع حركات لا يمنع منه بل إلى ست حركات لكن لو زادها أكثر من ذلك إلى ثمان أو أكثر فقول مصنف لا تضر يعني لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة لأن المدود بخلاف ما جاء في لحون العربي وعرف عنهم يكون مكروها فقوله لا تضر ليس معنا أنها مباحة وإنما لا تبطلوا وبعض الناس يمد التكبير ونسمعها مثلا على سبيل المثال مثلا في المبلغ مثلا في الحرام عندما يقول الله أكبر قد يزيد عن ست قد يزيد فحين إذن نقول إنها ليست ممنوعة وإن كانت مكروهة أو خلاف الأولى نعم لأنه إشباع لذلك نعم وحذفها أولى وحذفها أي وحذف هنا حذف ليس حذف الحرف وإنما حذف المد وعدم زيادة المد هو الأولى لأنه جاء في الخبر التكبير حذف بمعنى عدم المد ليس المراد بالحذف ترك الألف كما يوجد في بعض البلدان وعبرت بعض البلدان لأن بعض البلدان وهي الجزاء بالذات ألف عدد من علمائها في القرن الماضي والذي قبله والذي قبله رسائل متعددة جدا هل تبطل الصلاة بحذف بمعنى قصر جدا هذا المد وترك المد الطبيعي فتجده يقول الله أكبر فتكون الكلمة مقصورة جدا هنا ليس المراد هنا وإنما المقصود بقوله وحذفها بمعنى اختصارها وعدم مدها والاقتصار على حركتين فقط على أقصى تقدير أو لا لأنه يكره تمطيطه تمطيط التكبير وكل ذكر يكره تمطيطه بدأ يتكلم الصلاة الآن عن حكم الجاهل لتكبيرة الإحرام لنطقها فإن لم يحسن التكبير بالعربية لازمه تعلمه مكانه أو ما قرب من نعم تعلمه مكانه الذي وجبت في عليه الصلاة أو ما قرب منه فلا يلزمه أن يسافر لبلدة أخرى ليتعلم صيغة التكبير بالعربية فإن خشي فوات الوقت أو عجز عن التعلم كبر بلغته بلغته مهما كانت لغته فإن كان يعرف لغات فالأولى تقديمه السرياني ثم الفارسي نعم يقول يقدم السرياني ثم الفارسي هكذا ذكر بعض المتأخرين أظن صاحب البلغة أو صاحب لا أظن في المنور وسبب قولهم السرياني لأن السرياني أقرب اللغات العربية ثم الفارسي لأنه كذلك قريب للعربية وبعد هاتين اللغتين وهو السرياني والفارسي تستوي كل اللغات وإذاك قال ثم التركي أو الهندي أو غيره كالإنجليزية والفرنسية وهكذا من اللغات ولكن قدم السرياني والفارسي لقربهما من العربية ثم سائر اللغات ولا يكبر قبل ذلك بلغاته ولا يكبر قبل ذلك قبل التعلم بلغته إن كان يمكنه التعلم فإن عجز عن التكبير سقط عنه فإن عجز عن التكبير بالعربية وبغيرها من اللغات سقط عنه بالكلية طبعا هنا الكاف هي كاف التعليلي كاف التشبيه وليست كاف التمثيل لماذا قولنا ليست كافة التمثيل لأن التمثيل سيأتي بعد قليل حكم الأخرص فكيف يمثل لشيء سيأتي بحكمه فإنه وهم باب التشبيه فتكون كالتعليل أي يأخذ حكمة كالأخرص تعليلا هذا محتمل والأقرب أنه تشبيها فيعني يكون صفته كصفة الأخرص لا يحرك حتى لسانه ولا يترجم عن مستحب نعم أي ولا يترجم عن ذكر مستحب بغير العربية فكل ذكر مستحب لا يترجم عنه مثل خلنا نقول مثلا التعوذ فلو أراد أن يتعود ولا يعرف العربية فلا يتعود بغير العربية لأنه ذكر في الصلاة غير مشروع بطلت صلاته لأن هذا الذكر غير مشروع وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الإحرام وإن أحسن البعض أتى به نعم يقول وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الإحرام يعني أن الأذكار الواجبة كالتسبيحة الأولى والتحميد عند الرفح من الركوع ومثل التشهد الأول والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم تكبيرة الإحرام يترتب على ذلك الأحكام الثلاثة أورادها المصنف أنه يلزم تعلمها لمن كان قادرا الأمر الثاني أنه إن كان عاجزا لم يستطع تعلمها لضيق وقت أو كان عاجزا عن تعلمها فإنه يأتي بها بلغته الأمر الثالث أن الأفضل بها أن يأتيه إن عرف لغاته فالأفضل أن يأتي به بالسرياني ثم بالفارسي ثم تستوي اللغات بعد ذلك الأمر الرابع الذي أورده المصنف أنه إن عجز عن هذه الأذكار بالعربية أو بلغته فإنها تسقط عنه حين ذاك ولا يعني يلزمه الإتيان بشيء كالأخرس والأخرس هو مقطوع اللسان يحرب بقلبه ولا يحرك لسانه نعم بدأت لا قال وإن أحسن البعض أتى به هذه نسيت وأنا شرحها قوله وإن أحسن البعض أي وإن أحسن بعض الذكر دون بعضه كان يكون عارفا لفظ الجلالة الله ولا يعرف الباقي وهي أكبر بالعربية فيقوم يأتي بلفظ الجلالة بالعربية وأكبر إن كان يحسن لغة يترجمها فبلغته التي يترجم وإن كان عاجزا سقط عنه لأن هذا من باب تبعيض الكلمات عندنا مسألة وهي مفهوم الجملة السابقة وهي قوله وحكم كل ذكر واجب كتكبيرة الإحرام مر سابقا أن المصنف قال ولا يترجم عن مستحب المستحب لا يترجم من الأذكار مثل التعويذ التي ذكرناها قبل قليل هل تدخل التسبيح الثانية والثالثة في الذكر المستحب فنقول حينئذ من كان لا يحسن العربية لا يسبح إلا تسبيحة واحدة فإن زاد عن تسبيحة بطلت صلاته لم يصرحوا به إلا مرعي هو الوحيد الذي صرح بأن ما زاد عن تسبيحة يكون مندوبا فحينئذ من لم يحسن العربية يكتفي بالأولى ولا يزيد عليها بناء على القاعدة التي ذكرها الأخرس والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه نعم يحرم بقلبه نية فقط ولا يحرك لسانه قالوا لأنها حركة وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه قال أو نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال ولو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان أقرب لماذا قالوا ذلك تخريجا على الروايتين التي نقلت في مذهب أحمل أن من أكل علكا في أثناء صلاته هل تبطل صلاته أم لا بناء على أن هذا التحريك لللسان حركة كثيرة هل تبطل الصلاة أم لا ومثله تحريك اللسان غير المشروع لأنه ليس إذا فات المحل سقط فبناء على هذين الوجهين في تحريك اللسان في العلك نقول فيه ما هنا ولكن المجزون في المذهب أنه لا يحرك لسانه فإن حركه لا تبطل صلاته وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره نعم أيضا يسكت ولا يحرك لسانه ويسن جهر إمام بالتكبير كله وبتسميع لا تحميل نعم يجهر الإمام بالتكبير كله قال بكله لكي يشمل ثلاثة أنواع من التكبيرات الواجب والركن والمستحب فالركن تكبيرة الإحرام والواجب تكبيرات الانتقال والمستحب في قول كثير من أهل العلم التكبيرات الزوائد وتكبيرات الجنازة إذا كان إماما وعند بعض أهل العلم في تكبير السجوء الهوي للسجدة التلاوة وإن كان ظاهر كلامهم الواجب سيأتنا في محل نعم التسميع قول سميع الله لمن حمد وأما التحميد فلا يجهر به وبسلام أول فقط طيب قوله وبسلام أول فقط هذا استدل به أحمد فإن أحمد لما جاءه حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بتسليمة واحدة لا أنه نفت تسليمة الثانية وحينئذ أخذ بعض فقهاء أحمد أن يستحب الجهر بالأولى والأدق في ذلك ما ذكره الموفق أن المستحب أن يكون الجهر بالأولى أرفع من الجهر بالثانية لا أنه غير مستحب الجهر بالثانية المطلقة وإنما المستحب أن يكون الجهر بالأولى أرفع من الجهر بالثانية فعبارة الموفق أدق وهذا هو المراد المتأخرين حينما قالوا يجهر بالسلام الأول بمعنى أنه يجهر جهرا يسمعه البعيد وأما السلام بالثانية فيستحب الجهر لكن يستحب أن يكون صوته فيها أخفة من صوته في الأولى لما وجه به أحمد حيث عائشة من أهل العلم كابن حمدى مثلا قال إذا كانت المصلحة خلاف ذلك فيجهر بالثانية مثل أن يكون المأمونة خلفه يسابقونه الذي يسابق وعضونا أستعلم أن يسمع السلام عليكم ويسلم فيقول يجهر بالثانية لكي ينتبهوا فلا يسابقونه في التكبير وهذا كلام أبي عبد الله بالحمد وقراءة في جهرية إنما يستحب الجهر بالقراءة طبعا لماذا يستحب هنا العلماء مضوحا هناك بعض خلفاء بني أمية وقادتهم كانوا لا يجهر الإمام بالتكبير وإنما يخفت به ولا يجهر ويجعل خلفه مبلغا يجهر فكأنهم يرون من الأنفة ترك الجهر وقد كان العلماء ينصون على أن هذا سنة أهملت في عهد بني أمية ترك الجهر من الأئمة بحيث يسمع من خلفه نعم يسمع من خلفه حتى في القراءة وأدنى سماع غيره نعم أدنى الجهر هو سماع غيره المراد بغيره نحن نتكلم عن أدنى الجهر المستحب للإمام هو أن يسمع من بجانبه وليس المراد بغيره من خلفه هذا المراد والمعنى ذكرت لكم ذكره المؤلف الشيخ موسى الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقد ذكر أن المراد به غيره الذي بجانبه لأنه أقرب من من في خلفه فأقل جهر يحصر به السنية أن يسمع من بجانبه إن كان بجانبه أحد حين ذك وهذا مطلق كلامهم يدل عليه ويسر مأموم نعم في جميع أفعال الصلاح ويكره الجهر كما سيأتي ومنفريد به وبغيره به أي بهذا الذكر وبغيره من الأذكار الأخرى وفي القراءة تفصيل أي وفي القراءة للمأموم تفصيل سيأتي في محل إن شاء الله ويكره جهر مأموم نعم يكره جهر المأموم بكل قول في الصلاح سواء كان تكبيرا أو فاتحة أو قراءة أو تسبيحا أو دعاء أو ذكراء لأن هذا خلاف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة نعم قال إلا في صورة مستثنى وهو ما يسمى بالتبليغ التكبير تكبيرات الإحرام والانتقال والتحميد قول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع والسلام عند انتهاء الصلاح لحاجة أي لحاجة الحاجة إذا كان صوت الإمام لا يسمعه جميع من خلفه نعم ولو بلا إذن إمام ولو بلا إذن إمام ما يشترط له إذن الإمام فمن يعني قام به من المأمومين وكفى به الغرض يكفي لا جميعهم فيسنق نعم لأن هذا من باب المصلحة وما يتوسل به لإتمام جماعة المأمومين قال الشيخ الشيخ هو الشيخ تقي الدين كما تعلمون إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد من المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين قلت لكم قبل أكثر مرة قول المصنف قال يختلف عن قوله وقال إذا قال قال معنى هذا قيد للمطلق من كلامهم وأما إذا قال وقال فمعنى أنه قول يخالف المشهور هنا قال المصنف قال الشيخ عن تقي الدين إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين المراد جميع المأمومين وأما إن كان بعضهم لا يبلغه الصوت فإنه يسن لبعض المأمومين أن يبلغ قال لم يستحب أو لم يستحب لأحد من المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين لا يستحب وجاء عن الشيخ في موضع آخر أنه شدد وقال إن هذا غير مشروع وبناء ذلك فلو كان بعض المأمومين ولو بعيدا لا يسمع فيصبح التبليغ مستحب ولذا فإن المشايخ لما مع وجود المكرفونات قالوا هل في الحرمين التبليغ فيه مشروع أم لا قالوا نعم هو مستحب وصدرت به فتوى رسمية قالوا لأن من المأمومين من يكون بعيدا وفي أحيانة كثيرة وخاصة في الزحام أو في المصليات البعيدة الذين يأتمون بالإمام في أحد الحرمين لا يسمع المأموم صوت الإمام وإن وجد اللاقت وإنما يسمعون صوت المبلغ وإذا كقالوا إن بقاءه متوافق خاصة في الحرمين دون ما عداها من المساجد التي ولدت هذه اللواقت فتؤدي الغرض نعم وجهر كل مصل في ركن وواجب فرض نعم قول جهر المصلي كل مصل في ركن وواجب فرض هذا نوع من الجهر أدنى لأن الجهر نوعان جهر باعتبار نفسه وجهر باعتبار إسماع الآخرين الذي تقدم معنا هو الجهر بمعنى إسماع الآخرين وهنا المراد بالجهر هو أن يسمع نفسه وإذا قال وجهر كل مصل مفردا أو إمام أو مأموم في ركن قولي مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وواجب مثل تكبيرات الانتقال والتسبيحة والتحميدة وقول التسميع والتحميد عند الربح من الركوع فرض أي يلزمه أن يجهر جهرا يتحقق به تلفظه ثم بدأ يبين لنا ما هو المقدار الذي يجهر به فقال بقدر ما يسمع نفسه نعم هذه المسألة نبهت عليها قبل وهنا محل بحثها المذهب عندهم قولان في هذه المسألة وسأذكر القولين لأنه ينبني عليها مسألة مبنية في المذهب في كتاب الطلاق ما هو أقل ما يسمى كلاما أقل ما يسمى كلاما على مشهور المذهب هو أن يسمع نفسه لا بد أن يسمع نفسه ولو لم يسمع من بجانبه اسمع من بجانبه مستحب للإمام إذا شرع له الجهر وأما المأموم المنفرد فإنه يسمع نفسه فقط إذن هذا ضابطهم الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال يكفي الحروف ومعنى قوله يكفي الحروف أنه قد انعقد الإجماع كما قال أبو الخطاب والنووي وغيرهم أن المرأة لا يكون متكلما بحرف وصوت إلا إذا طبعا أمراد بالمرأة الآدمي نقصد به الآدمي لا غير من الكائنات أو غيره إلا إذا حرك لسانه وشفته فحينئذ على الرواية الثانية فإن تحريك اللسان والشفتين بالذكر الواجب يتحقق به الوجوب ولو لم يسمع نفسه وضحت الروايتين أو وضحت الروايتين المعلومة ما هي أن المذهب طردوا قاعدتهم في كل المسائل في الصلاة وفي غيرها في الأذكار أنه لا بد أن يسمع نفسه إلا في موضع واحد أخذوا بالرواية الثانية احتياطا وهو في الطلاق فقالوا من حرك لسانه وشفتيه بالطلاق فإنه يقع طلاقه ولو لم يسمع نفسه طبعا نحن كلامنا كله في هذا الموضع ما لم يكن موسوسا لأن الموسوس حينئذ يعني قد يتوهم أشياء كثيرة لم يقع فقط باب التنبيه إنما أخذوه احتياطا والموسوس عندهم لا يدخل في الاحتياط إن لم يكن مانع إن لم يكن له مانع من أن يجهر طبعا إن لم يكن هناك مانع يعني يعفون مانع يمنع من أن يسمع نفسه مانع يمنع من أن يسمع نفسه فإن كان فإن كان بحيث يحصل السماع مع عدمه قال فإن كان هناك مانع يمنع من أن يسمع نفسه كصوت عال جدا ونحو ذلك فيزيد في جهره بحيث يحصل السماع مع عدمه أي مع عدم المانع ويرفع يديه ندبا أي ويستحب أن يرفع يديه ندبا حالة تكبيرة الإحراب طبعا ندبا أي ليس واجبا بإجماع ويكون الرفع ليدين معا كما سيأتي في مفهوم كلامه نعم قوله والأفضل بدأ يتكلم عن هيئة اليدين سيذكر المصنف ربما خمسة أحكام أولها مكشوفتين هنا قوله مكشوفتين هنا الأفضل أن تكون مكشوفة غير مغطاة فتكون مكشوفة وهذا يشمل الرجل والمرأة فاستحب أن تكون مكشوفة فإن قال بعض الإخوة أن هناك رواية في ست العورة كم مرة معنا أن مرأة تستر يديها فيقول المرأة بيديها الظهور دون الأكف فتكشف نعم هنا وفي الدعاء وفي كل دعاء أن يستحب أن يكشف يديه لأنه استقبل بيديه أو يتفائل بأن ينزل الخير في كفه أو إحديهما عجزة أو إحديهما أو أي رفع إحدى يديه عجزا عن رفع اليدين معا ويكون ابتداء والرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهاءه نعم هذا الحكم الثاني أنه استحب أن يكون الرفع مع ابتدائه والانتهاء مع انتهائه فيكون مستوعبا لفظ الله أكبر هذه الجملة يدلنا على أمرين أو ثلاثة أمور هذا المستحب الجائز ما هو ويدخل في عموم استحباب الرفع لكنه ليس موافقا لكمال الهيئة أن يبتدئ الرفع وينتهي قبل إكماله المحل أو يكون بعضه قبل المحل وبعضه بعده الحكم الثالث متى يكون التكبير غير مشروع أو رفع اليافون متى يكون رفع اليدين ليس موافقا السنة فحينئذ لا يؤجر عليه إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه قبل المحل أو بعده لأنه إذا انتهى من لفظ التكبير فقال الله أكبر فقد فات محل رفع اليدين فتكون سنة فات محلها فلا يرفع يديه بخلاف التكبيرات الأخرى فسيأتينا إن شاء الله فيها الحديث ممدودتي الأصابع نعم هذا السنة الثالثة أن تكون ممدودة الأصابع وهذا معنى قوله منشورة مبسوطة نعم مبسوطة أي منشورة نعم برؤوسها مضمومة نعم ممدودة الأصابع برؤوسها مضمومة غير مفرجة الأصابع وإنما تكون مضمومة الأصابع وهناك قاعدة في المذهب خلاف قاعدة الشافعية أن اليد في الصلاة كلها تكون مضمومة حيث كانت منشورة إلا في موضع واحد وهو في الركوع تكون مفرجة الأصابع عند وضع اليدين على الركبتين ويستقبل ببطونها القبلة نعم قوله ويستقبل ببطونها هيتعلق بها حكم متعلق بالضمير المراد بالضمير ببطونها أي بطون الأصابع وليس ببطون باطن الأكف وإذا كيف يستحب أن يجعل باطن الكفين وأصابعهما معا جهة القبلة لأنك إذا قلت إن الضمير يعود لباطن الكف فقط فقد يكون ممدودة الأصابع لكنها منحنية ذاك الأفضل أن تكون مبسوطة فيتوجه بباطن الأكف والأصابع للقبلة وهذا معنى قوله ويستقبل ببطونهما القبلة نعم السادس الحكم السادس المستحب في هيئة اليدين إلى حذو منكبيه برؤوسهما نعم هذه مسألة سأقف معها السنة عند التكبير أن تكون الكفان محاذاة المنكبين وقد ورد حديثان حديثة بن عمر ومالك بن حويرث هل عند التكبير تكون محاذية للمنكبين أو محاذية للأذنين الذي جزم به كثير من أكثر أصحاب أحمد أن السنة أن تكون محاذية للمنكبين لا للأذنين ووجهوا حديثة الأذنين بتوجيهات إذا قالوا إنه يجوز الصورتان من باب اختلاف التنوع لكن الأفضل منها أن تكون محاذية للمنكبين ويجوز ويتحقق بها السنة أن تكون محاذية للأذنين إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هنا ذكر مصنف قوله إلى حذو منكبيه برؤوسهما كيف تكون محاذاة اليدين للمنكبين الذي ذكره المصنف تبعا لابن مفلح أن محاذات المنكبين تكون برؤوس أصابع اليد فتكون رؤوس أصابع اليد محاذية للمنكب المنكب هو ما قابل الكتف من أعلى اليد فتكون أطراف الأصابع هي التي تكون محاذية للمنكبين وقال بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين وقبلها القاضي أبو يعلى أن المحاذات تكون بوسط الكف فلا يكون برؤوس الأصابع وإنما يكون بوسط الكف لأن المحاذات إنما تكون بوسط الشيء لا بطرفه والفرق بين الصورتين أنك إذا قلت بالمحاذات بوسط الكف فإن الكفين ترتفعا ويؤيد هذا أنها تكون قريبة من الأذن فيكون مارك بن حويرث رضي الله عنه حكى بما قارب الشيء ففيه جمع بين الأدلة وهذا توجيه الشيخ تقيدي وما نقل عن القاضي أوجه حقيقة مما نقله المصنف نقلا عنه بمفلح إن لم يكن عذر عذر يمنعه من الرفع مثل يكون يداه تكون داخل عباءة وهكذا ويرفعهما أقل وأكثر على حسب عذره وهكذا ويسقط بفراغ التكبير كله نعم يسقطوا السنة لأنه فات محلها ومثله نقول لو كبر قبل المحل فإنه غير مشروع فرفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه نعم رفع الحجاب بينه وبين ربه قاله من أصحاب أحمد بن شهاب أنا أردت أن أنبه لأن بعض الزملاء قد يجد والإخوة يجد في كتب الفقهة قال ابن شهاب ويظن أن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل العظيم أمير المؤمنين في الحديث بل إمام المسلمين في الحديث والفقه معا لا ليس هو المراد قول إذا أطلقوا ابن شهاب يقصدون به ابن شهاب العكبري أبو عبد الله أبو علي ابن شهاب العكبري صاحب المصنفات المعروفة طبيعة بعضها في الأصول الفقه هذا الذي نقله عن ابن شهاب هو نقله عبد الله بن المبارك ونقله جماعة من السلف رضوان الله عليه نعم ثم يحطهما من غير ذكر طيب قوله ثم يحطهما وسيأتينا أيضا مثل هذه الجملة هذه الكلمة عند رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الإحرام وسيأتينا في تكبيرات الانتقالات يشرع فيها رفع اليدين ذكر العلماء أنه يحطهما معنى قوله يحطهما أن ينزل اليدين فيسدل اليدين ثم بعد ذلك يقبض اليدين فيكون التكبير ثم سدل اليدين ثم قبضهما لكي يكون القبض فعل منشأ وليس عند حال انزال اليدين هكذا ذكر الفقه وذلك يقولون يستحب أن يكبر وينزل يديه ثم يقبض وهذه من الصور التي يعرف بها صلاة طالب العلم أو ليسميها صلاة الفقه من غيره تستطيع أن تميز بعض الأحكام من طول بعض الأركان وقصر أركان أخرى وحذث التكبير لذكره المصنف ومن هذا الموضع نعم طبعا هذا على مذهب أحمد لا أعرف مذهب أخرى نعم ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعلهما تحت سرته نعم هذه فيها ثلاث أحكام الحكم الأول قول مصنف يقبض وتعبير المصنف بيقبض هو ليس على سبيل الندب وإنما المشروع إما القبض وإما الوضع فهي صورتان كلاهما جائزة وقد ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم فعله وذلك عبارة المنتهى يضاعوا وعبارة المصنف يقبض فيشرع القبض قبض الكوعي ويشرع وضع اليد على الكوعي فكلاهما جائزة إذن فالصورتان جائزتان فهنا المصنف عبر من باب خلنا نقول أغلب خلنا نقول من باب تمثيل بالبعض عن الكل وقوله بكفه الأيمن كوعه الأيسر الكوع هو أحد العظمين عظمين الموجودين في الرسغ الرسغ وهو الذي يلي الإبهام فحين إذن يكون القبض بهذه الصورة فيقبض الرسغ هذا المفصل الذي يكون بين الكف وبين الذراع فيه عظمان الناتئان أحدهما كوع والآخر كرسوع فمن قبض على رسغه أو قبض على كوعه فإنه يتحقق بها السنية أقول هذا لما لأن نرى من يقرأ من الكتوب يسمع أنه يستحب أن يقبض على كوعه يظن أن المراد بالكوع المرفق فتجده يقبض مرفقه والمرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد لا هذا غير مشروع على قول فقه إنه وإنما يشرع الرسغ الذي هو المفصل الذي يكون بين الكف والذراع المسألة الأخيرة قوله ويجعلهما أي الكفين حال القبض أو الوضع تحت سرته هذه فيها مسألة أن الوضع تحت السرة هو المستحب وقد جاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه حيث بجحيفة عن علي أنه قال من السنة أن توضع تحت السرة والصحابة إذا قالوا من السنة فله حكم الرفع وورد له ما يشهد له من فعل الصحابة ومن أحاديث أخرى في معنى وقد جزم العلماء بهذا الاستحباب فإن قال قائل فقد جاء في بعض ألفاظ حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فماذا نقول نقول أولا هذا الحديث حكم أحمد بنكارته وأنها غير ثابتة وإن ثبت وإن ثبت على التجوز بالثبوت فإن المراد بالصدر هنا ما يقابل الظهر وليس المراد بالصدر ما يقابل البطن فحينئذ فيجعل يديه على صدره ونحن الآن تسمي بطنك صدرا باعتبار ما يقابل الظهر فالشيء يعرف معناه بمقابله فحينئذ من وضع يده على سرته قال الشيخ تقيدين أو فوق السرة قليلا أو على السرة فإنه مستحب لأن المذهب أن تكون تحت السرة مطلقا واختار الشيخ تقيدين وضعه على السرة جائز أو فوق السرة بقليل وأما وضع ليكفيني على الصدر فإنه مكروه نص أحمد على كراهته وقال إنه من صلاة اليهود والآن تستطيع أن ترى صلاتهم عن طريق وسائل التواصل فتجدهم إذا أرادوا أن يصلوا جعلوا أيديهم على صدورهم وقد قال جماعة من أهل العلم أن وضع اليد على الصدر خلاف هيئة الخشوع ذكرها جماعة من الشراح منهم شارح العبادات الخامس البعقوبي من علماء حنابل في العراق وغيرهم وهذا صحيح أنه غيره يعني تخيل أنك تجز أمام شخص واضع عن يديك على صدرك ليست هيئة الخشوع الخشوع أن المرأ يضع يديه على سرته أو أسفل منها طبعا المسأل الأخير قوله هو يجعلهما تحت سرته هنا يتكلم مصنف حال القيام الذي هو قبل الركوع أما القيام الذي بعد الركوع فسيأتي حكمه إن شاء الله في محله ولعل لا أنسى الحديث عنه ومعنى وضع اليدين هنا نعم ومعناه ذل بين يدي عز نعم هذا المعنى هو نص أحمد فقد نقله أحمد بن حيا الرقي عن أحمد قال إن معنى وضع اليدين بهذا السورة ذل بعد عز نعم هو يذل بعد عز الإنسان متأطئ الرأسه واضع كفيه تحت سرته هذا بمعنى تذلل الجبار جل وعلا ويكره على صدره نعم قوله ويكره على صدره ويكره أن يضع يديه على صدر نص عليه أحمد وهنا فائدة يعني يحتاج بعض الإخوة من القواعد المشهورة مذهب أحمد عند أصحاب أحمد ليس عند أحمد أن ما رواه أحمد في مسنده ولم ينكره فهل يكون مذهبا له أم لا فيه وجهان ذكر الوجهين صاحب الفروع المبدع وغيره لما قلنا هذه لأن صاحب الفروع قال نص أحمد على كراهته مع أنه رواه رواه حديثة وائلة ذكرت لكم قبل قريب أنها تجعل أيدي على الصدر هو رواه مع أنه وقد أعله في رواية عبد الله أنه منكر فقد أعل الحديث من جهة وأنكر حكمه حينما قال أنه يكره فدل على أنه وإن رواه إلا أنه لا نأخذ منه رواية باستحباب جعلها على الصدر ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة نعم قوله ويستحب نظره أي نظر مصلي أطلق مصنف فيشمل جميع الحالات سواء كان المرء مبصرا أو أعمى والأعمى يجعل نظره أي فيما يظنه كذلك ويشمل كذلك من كان في نور ومن كان في ظلمه فيشمل الظلمة والنور لأنه قال ويستحب نظره فيشمل الجميع إلى موضع سجوده أي الموضع الذي يسجد إليه وهو مسجده حينئذ في كل حالات صلاته هنا أطلق المصنف في كل الحالات ولم يستثن إلا صورة واحدة وهي صلاة الخوف وما في حكمها واستثنى غير المصنف صورا من الصور التي تستثنى قبل أن نذكر الصورة أوردها المصنف وهي حال التشهد الأول أو الثاني فإنه قد نص جماعة من أصحاب أحمد كالقاضي وعدد كبير من أصحابه وابن مفلح كذلك على أن المستحب أن ينظر سبابته وهو كذلك للحديث فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن الزبير كذلك وعبد الله بن الزبير أن النبي كان ينظر إلى سبابته حال تشهده هذا الاستثناء الأول جزم بخلاف إطلاق المصنف صاحب المبدع وصاحب الفروع وقبلهما القاضي وأصحاب القاضي الصورة الثانية عندما يكون المرء في مسجد الكعبة أي في مكة في الحرام في مسجد الحرام مقابلًا الكعبة وكان يمكنه النظر للكعبة فظاهر إطلاق المصنف أن المستحب أن ينظر إلى موضع سجوده وهذا هو الظهر فقد ذكر الجراعي في كتابه التحفة أنه لم يجد أن أحد من أصحاب أحمد نص على استحباب النظر إلى الكعبة هكذا نقله الجراعي في التحفة تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد وذكر بعض المتأخرين بعد الجراعي لأنه مات بعد الجراعي وهو البرهان بالمفلح برهان مفلح مات 84 و800 والجراعي في ظن 83 يعني مات بعده بسنة فيكون معصرياً له استحب صاحب المبدع أن ينظر إلى الكعبة وفاقاً لبعض الشافعيين وهذا فيه نظر فالصواب إطلاق الفقهاء أن حال النظر إلى الكعبة لا فرق بين النظر إليها وبين حال كونه مشاهداً لها وأن لا يشاهدها فالمستحب أن ينظر إلى موضع السجودة وإنما يستثنى السباب الذي جزم به ابن مفلح وغيرها نعم الحالة التي استثنى المصنف إلا إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة نعم فينظر إلى العدو نعم لأن هذا واجب لحماية نفسه وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفاً من سيل أو سبع نعم أو فوات الوقوف بعرفة نعم لأن هذا الفوات يعني يترك له بعض الواجبات أو ضياع ماله نعم لحفظ المال وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده فحينئذ يجوز له أن لا ينظر إلى موضع يعني يرتفع هو يجوز لكن يجوز له حينئذ أو عفن ترتفع الكراهة في عدم نظره إلى موضع سجوده فقد يجب له فقد يجب عليه النظر إلى غير موضع السجود كصلاة الخائف وقد يباح له ذلك بحسب اختلاف الأحوال طيب نقف عند هذا القدر رسول الله وسلم على بنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر